اشتركوا في القناة قائمة الأكثر تغريدا على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو لعبد الرحمن يتطاول على الذات الإلهية ويمس القيم الدينية ويوصق مقطع الفيديو مشاركة عبد الرحمن في غرفة صوتية تحدث فيها عن خلق القون بطريقة إلحادية أصارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حزب الله ونعم الوكيل حزب الله ونعم الوكيل وترجم المغاردون غضبهم من حديث عبد الرحمن بتغريدات طلبوا من خلالها القبض عليه ومحاسبته بتهمة التطول على الذات الإلهية التي يجرمها القانون السعودي التي تعتبر من أعظم الكبائر ومن قام بذلك فقد ارتد عن الإسلام كما أكد من مغاردون ضرورة محاسبة المدوى عبد الرحمن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغاية بس أفكار إلحادية مسمومة من شأنها التعرض للذات الإلهية حزب الله ونعم الوكيل إن شاء الله يتم القبض عليه ويتم معاقبته ربنا ينتقل منه ومن أمثاله اللهم أمين يا رب ويتضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبس القراهية في مادته التاسعة أنه يعقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن المليونين أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الرسل أو زوجتهم قولا أو فعلا سبع سنوات سجن ومليونين غرامة عقوبة المساس بالذات الإلهية والإساءة إلى الأنبياء ووفقا للمادة العاشرة يعقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على المليون أو إحدى العقوبتين كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليه في هذه المادة فيما يعقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ميتين وخمسين ألف ريال ولا تزيد على المليون أو إحدى العقوبتين كل ما انتعد على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو الإساءة بأي شكل من الأشكال